تحيات سام بيلتون ومازال نرى لهذا السام الذي ما زال يتداول فوق دعم قوي جدا مستويات الثلاثة جنيه اللي قلنا عليها الحد مستويات الثلاثة جنيه خمسة وتسعين كرش اللي اتوقع انه يتكسر ما زال السام ضعيف وقمنا السام ده يا جماعة ما نشتروهوش الا لو استقار فوق مستويات الثلاثة جنيه خمسة وتسعين كرش غير كده يظل السام سلبي وضعيف جدا 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 طيب لو انا ببحث ببحث عن دلع موازل هذا الدلع اللي عبط بيا من المستويات دي كلها وعمل لي تصيح عرضي بامتيازه والمفروض ان انا هنزل اقض نفس طول الدلع اللي المفروض بيمتد ما بين مستويات الثلاثة جنيه وتسعين كرش المنطقة اللي احنا كنا بلو عليها وممكن يمتد التصيح لحد المستويات الاثنين جنيه وستين ارش وخلينا نركز بقى مع مستويات الاثنين جنيه وستين ارش بشكل مهم طيب ام تقول لي ان بلتون ايجابي لما اشوف حركة ايجابية طالما ما شفتش حركة ايجابية على بلتون انا مش شايف السام انا اعملت دورة سارية صعدت بيا من هزي المستويات اللي هي من عنده مستويات خمسة سين ارش تقريبة وصعدت بيا حد هزي المستويات اللي هي مستويات الخمسة جنيه ونص تقريبة المفروض ان انا ببحث عن تصحيح لكل هزي الموجة اللي عنده مستويات الاثنين جنيه وصعدتين ارش اللي هي مستويات الواحد وستين فيبو دي منطقة تمركو السيولة انا كل ما بنزل في المنطقة دي برد هل هنزل ايدي اختبار المنطقة دي ما قبل العودة ممكن لان هيكلية الصعود اللي في النص ده كان صعود تصحيح عملت دل على شكل ايه بي ده سي وعندي تصحيح على شكل اي بي سي بي تم يعني كل السينيرات مفتوحة ان انا ممكن اقصر ممكن انزل الارب مستويات الواحد وستين فيبو وارتده بقوة من حتى الان بيلتون ما زال بيتداول بشكل عردي وللمرة المليون السهم ده انا مفكرش اشتريه الا لما يقصر مستويات الاثنين خمسة وسببين ارش واستقرر فوقنا في المرحلة الحالية او ينزل يعمل قاع جديد ساعتها اشتري السهم وانا مطمن لكن حتى الان هيكلية السهم مخيفة وحتى الان الزخم البيئة هيزيد وبيزيد في اخر ضلعة تصحيحة عندنا وده المؤلف في السهم لو كان السهم حافظ لي على المنطقة دي وكسرها بضعف اللي هي مستويات التلاتة جنيه الحد ومستويات الاثنين جنيه خمسة وسببين ارش اقول اه لكن حتى الان الزخم البيئة قوي وعندي شمعة سيولة جبارة قصرت يعني انا اللي يخوفني من السهم شمعة السيولة دي شمعة سيولة قوية جدا يعني شمعة بيعية قوية جدا تخليك تخاف من السهم في المناطق دي علشان كده خلينا نصبر نشوف منطقة افضل ندخل منها بيلتون ما زال امامه الكسير والكسير في الصعود ولكن خلينا نشوف ان عيكاس واضح وبعد كده نبحث عن الشرق حتى الان ما زالت النظر سلبية وما زال بيلتون ضعيف جدا جدا فوق الدعم المفروض يرتكز عنده وخلينا نرجع وبص عسام بعد فترة لو قرب من مستويات الاثنين جنيه وسبين افشي او ادينا ردد فعلي ايجابية في المنطقة اللي ما بين مستويات الاثنين جنيه وسبين افشي دي منطقة قوية جدا خلينا نشوف السهم ايام الخياء الاول وبالتوفي اشتركوا في القناة